السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كفيدين فاميلي اليوم ان شاء الله اشترك معكم مائدات غدا او عشاء اللي ممكن حضروها الضيوف الغفلة كيف ما كنقولو بوصفات بسيطة وبمكونات اللي موجودة في كل بيت ستمنى ان شاء الله تعجبكم اطفلت له معايا بشتفوا تفاصيل الفيديو بسم الله على بركة الله اول حاجة اختيت العدس الاحمر رقدته ليلة كاملة باش ما كدرناش في ملكة القدم ما كدرناش وهنا كذلك جلبانا الناشفال اللي احتها هي مجففة اللي احتها هي رقدتها ليلة كاملة بالنسبة هنا البطبوط اه تهوك انت عجنته في الليل غدا نخلي لكم ان شاء الله الرابط دياله اسفل هاد الفيديو هنا عدنا اه العدس اللي غدا نديره يتسلق مع شوية ديل تومة وشوية ديل الماء من كتروش الماء لانه باش يجينا شوية عاقد هنا كذلك جلبانا المجففة اللي احتها هي غدا نديرها تسلق مع شوية ديل تومة وبغاديش نخليها يعني جارية بزاف هنا غندوزو باش نوجدو الطاجين هنا الطاجين غنحتاجو القصور يالله كنت يالله اطحنتو وهنا الكامون شوية ديل الملح شوية ديل سنجابيل شوية ديل تحميرا وهنا عدنا الهريسة غنخلي لكم ان شاء الله الرابط ديلها اسفل الفيديو هنا القصبر والمعدنوس وهنا عدنا البورو او البواغو قطعت ثلاثة الحبات وهنا عدنا تومة والزيتون الاسود هو يعني لستغذي هاد الطاجين هادا كي يجي لديد بزاف غنب داودة باش نحر باش نخلطوا هاد المكونات هادي لغدا نعمرو بهم السردين يعني كنستعملون مكوناتها لحسب آآ الكيمياء ديال السردين اللي عندنا اللي انسيت ما اذكرتش فالمكونات هو آآ الحامض عصير الحامض اللي هو عصير الليمون حتى جين هادا كي يجي لديد بزاف تمنى ان شاء الله هتشربوه وبالنسبة للزيتون إلا كان عندكم آآ يعني مالح بزاف كنا نرضو البال من الملح أولا إلا كان عندكم كذلك مر إلا كان مر بزاف آآ خلطوه مع الزيتون الأسود آآ عفوا زيتون الأخضر هادا الطاشين بسيط ولكن كي يجي لديد بزاف غدا نرافقه ببطاطاقس بياه بطاطاقس بياه كتوتى مزيان مع استردين غي جربوها كي يجي بطاطاقس بياه كتجي مزيان مع الحوت كتجين زيانة بزاف تمنى ان شاء الله هتشربوها هنا نصف عصير حامضة أو ممكن تعودوها بالحامض المصير صافي من بعد ما خلط هاد المكونات كاملة غنجي بسردين باش غدا نعمروه بهاد الحشوة هادي سردين ممكن يعني تطيبوه في الفرن إلا بغيتو ممكن شويه في الفرن بهاد طريقة هادي هاد طاجين ديال سردين لبا لبا الزيتون ها هو المفضل عندي كي يجي لديد بزاف وإلا بغيتو يعنى ما عندكم شتطاقس بياه لما كتعجبكم ش ممكن ترافقوه بدوائر ديال تنجال اللي كتشوهم في الفرن وكذلك يعني حتى الفلفل حمراء حتى يكتشوها في الفرن وكت كي يجي آآ طاجين من ألد ما يكون هنا درت الاروز يتسلق مع شوية دي الكوركوم وشوية دي الملح تهوة كان نرقدو ساعتين قبل باش ما كيتع الجنش وهنا اخديت حبتين جازر قطعتهم كان نوضعهم يعني كفراش باش ما يلسقش لي يا السردين ساعتين هنا ساعتين في طمغي هكذا يعني مع شوية دي البطاق سبيا ممكن ساعتين بطريقة اللي بغيتو سنضيف لي هنا طماطم المجففة اللي كنت خديتها من واحد يعني من واحد المارشي هنا في وازم بالنسبة بنا تلي سكنين هنا و اه اه ارقتها مع شوية دي الزيت السيتون و الزعتر تبا هاد هو العم الثاني وبقى عندين زيانة ولكن كتغطيوها مزيان بزيت السيتون هنا احتى الاخير كالرشها بشوية ديال تحميرة لان مع دير الزيتون اسود كي تشي ديك المريقة كي تجي شوية كحلة تكشي لاش كن رشو حد رشيشة ديال التحميرة باش كي يجي المنظر ديال وزوين هاد الخضر هدي اللي غدر نخلطها مع اه الاروز يعني هنا عدنا جلبانة عدنا خيز زوم قطع قطع صغيرة شوية ديال تومة شوية ديال الملح وكذلك البورو او البواغو غنديرو متشحره مع شوية زيت زيتون هنا غندوزو باش نطحنو هاد اه اللي خلط مع شوية ديال تومة شوية ديال الكامون اه القصبور وشوية ديال كوركم والتحميراء والملح وزيت الزيتون والحامض صافيو وكن نطحنو وكن وضعو على جند حتى الوقت التقديم كيف ما شفتم عياها هو تصطحن يعني ولا حكتا انا بصورت ليكم يعني المراحيل كيف انا حبطرتها يعني ماشي مرتبتش الوصفات يعني لما عجبتكم مش هالطريقة قولوها ليه اه اه جلبانا اللي غدا نزيد ليها شوية ديال القصبور غي باش شع تعطيني اللون يعني باش حينت غدا نحن رافقه مع بعضياتهم هنا شوية ديال كامون شوية ديال تحميراء وشوية ديال عفوا الهريسة وشوية ديال الملح هنا اه صافيت شحرات لي هاد الخطيرة غي مع شوية ديال زيت السيتون باش كتجي بنينه ما كتجيش باس لا مال احسن ما تسلقش سافي وكنخلطوها مع الروز اللي كنا الاروز اللي كنا نصفيه من قبل وصافي قدمتها بهالطريقة هدي باش كتعطيه حد الجمالية يعني من الحاجة بسيطة لقدمناها بطريقة جميلة يعني ممكن يعني الواحد مني كي يكلها بالشهوة وبالنسبة الكفتة اللي حطيت هنا هي والخضار يعني فيتشاركتو معاكم ونخلي لكم ان شاء الله الروابط اسفل الفيديو هنا هاد الكفتة بالاعشاب وباللوز نخلي لكم ان شاء الله رابط ديلها اسفل الفيديو وبالنسبة لهذا اللي كي بلينها كاسود هو الزيتون الاسود اللي قدمته بهالطريقة هدي يعني طريقة بسيطة ديل التقديم ولكين كتعطيه حد الجمالية والطواجين كي يجي على هاد الشكل والمنطق دياله كي يجي رائع جدا الى اللي بقى ليكم شي زيتونات يعني اسود يقدروا تزينوا بهم الفوق وبالنسبة البصارة مهمية البصارة شوية غوفيزيتي قدمته بهالطريقة هدي ناخده معلقة ديل العدس ومعلقة ديل البصارة ديل جلبانة الخضراء وفي الاخير نضيف واحد القطيرة ديل زيت السيتون شوية ديل الكامون يعني التقديم ديلها كي يجي ازوين يعني وصفات صحية اللي ممكن نحضرها احتل ضيوف ديالنا علش لا او اه يعني انا علش حطه هنا الكفتة والحوت لان كين اللي كي يكون الكفتة كلي كي يكون الحم كلي ما كي يكون الحوت اه دكشي لاش اه يعني حطرتهم بسوج باش كل واحد ايا كل دكشي اللي يحجبوه اه الى عجبكم حل هاد النوع ديل هاد الفيديو وخاء انا صورته بسرعة سمحوا لي بزاف على يعني الا كالي تي ديل تصوير ما كانش مزيانة لانا ما كانش عندي بزاف ديل الوقت كان خاصني نوجد هاد شي بسرعة اه الى عجبكم حل هاد النوع ديل الفيديو تقبلوا لي على التصوير اه يعني كي يكون شوية رادي اه قلوها اليوم بقى نشارك معكم مرة مرة غالبا ما كانصورش بحل كامل كي يكون زربانة لانا ما كيبقاش لي الوقت يعني التصوير كي ياخد بزاف ديل الوقت اه دكشي باش ما كانصورش دائما اتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ان الاعجاب ديالكم وتعجبكم يعني الافكار اللي بسيطة بزاف وتسامحوني الى يعني استرعت شوية يعني افكار بسيطة يعني سهلة يعني الاغلبية هاد الوصفة هدي بحال الكفتة بحال الخضار يعني فيتشاركتها معاكم هاد الاروز مع جلبانة وخيزوه ديما انك نديرو كي يجي لديد بزاف وحتى بعد المرات طيوب ديالك يتلبو ليك يقول يا عافك ديري لنا غيدك الروز بجلبانة وخيزوه لك تديري كي يجي لديد بزاف اتمنى ان شاء الله الافكار ديال اليوم تنال اعجاب ديالكم وإلى عجبكم قلوها ليه في تعليق ونشارك معكم مرة اخرى ان شاء الله نفس النوع ديال فيديو هذا وإلى وصفة جديدة ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع وذائعه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة